قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوز ميتسو تاكيس إن تركيا تقوم بأعمال غير قانونية شرق المتوسط وهما يمثل تحديا ويتطلب ردا دوليا وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن بلاده تواجه عدوانا تركيا وأفعالا تتحدى ميثاق الأمم المتحدة وتوجه وزير الخارجية اليوناني إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسط توترات مع تركيا حول الحدود البحرية